الليبيون يصابقون الزمن لإنهاء ملف المرتزقة ملف يثقل كاهل اللجنة العسكرية المشتركة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا نهاية العام الجاري هذه المرة وفي العاصمة المصرية القاهرة تجتمع اللجنة لبحث ألية وسبل إخراج مرتزقة بشكل نهائي من الأراضي الليبية وخاصة الأفارق منهم إضافة إلى وضع جداول زمانية لعمليات الخروج بالتنسيق مع الدول المعنية بالأمر بما لا يضر بأمنها مصادر أكدت أن الاجتماع سيحضره ممثلون عن دول الجوار الليبي ودول إفريقية أخرى حراك عربي ودولي يأمل الليبيون أن يساهم في حسم القضية الأكثر خطورة وتعقيدا على أمن البلاد خاصة بعد تخوف الكثيرين مؤخرا من توطين هؤلاء المقاتلين في النسيج الليبي والتعامل معهم على أنهم أمر واقع معضلة يرى مراقبون أنها في حال لم تحل فستؤثر بكل تأكيد على سير العملية الانتخابية المزمع عقدها نهاية العام الحالي إذ سيكون من الصعب إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وسط وجود مجاميع من المرتزقة غير خاضعين لسلطة مركزية ليبية قوية تحديات تسعى اللجنة العسكرية المشتركة للتغلب عليها والبناء على ما تم إنجازه مؤخرا في ظل أخبار وردت في الأسبوع الماضية عن بدء خروج دفعات قليلة من المرتزقة السوريين المتواجدين في ليبيا اشتركوا في القناة